نعم فيما يخص طبعا اللجان التحقيقية طبعا الشيء المهم هو أن تكون هناك شفافية في إعلان النتائج هناك شفافية في تشخيص نقاط مكامل الخلل تشخيص المقصرين وبالتالي طبعا تحويل هذه الملفات إلى الجهات القضائية إلى الادعاء العام إلى هيئة النزاهة وإلى باقي الجهات القضائية فيما يخص طبيعي العوامل التي أدت إلى ضعف النظام الصحي في العراق وإلى تراجع الخدمات الصحية وعدم رضا المواطن العراقي عن الخدمات الصحية هناك طبعا أسباب كثيرة إحدى هذه الأسباب أنا كما أستفت هناك بيروقراطية في التعامل مع وزارة الصحة عند تخصيص الموازنات أو عند تحويل المبالغ المخصصة التشغيلية الاستثمارية إلى الوزارة وأخص بالذكر أو أشخص وزارة المالية للأسف ما نراه ونسمعه في لقاءاتنا مع وزارة الصحة أن هناك معاناة كبيرة في الحصول على هذه الاستحقاقات وعلى هذه الموازنات هذا من جهة من جهة الأخرى طبعا ازدواجية الإدارات في المحافظات وربط دوائر الصحة بالمحافظين وبمجالس المحافظات وضعف الارتباط بوزارة الصحة أيضا طبعا هذا كان له حقيقة دون سلبي دكتور أنا أستاذنك دكتور أنا هذا الكلام حضرتك كلام تحكي به أمور مهمة لكنها أمور تقنية العراقي ابن الناصرية ابن الكوت ابن البصرة ابن بغداد ما أريد أن أقول ما يعرفها أو وصلنا للمرحلة يمكن أن الناس لا تهتم تسمع تفاصيل تقنية الناس جاي تموت زين أكو عملية سياسية بيها رجال سياسة بيها رجال دولة المفروض بيها برلمان بيها حكومة تشكل دولة الدولة شلون تتعير اهتمام لهذه المواضيع وشلون تتعاملوا معها صح لو لا نعم في بداية طبعا اشتياح جائحة كورونا إلى العراق كانت هناك خلية أزمة برلمانية عليا أركز على كلمة خلية أزمة برلمانية عليا برئاسة السيد النائب الأول الأستاذ حسن كعبي هذه الخلية طبعا كان لها طبعا عمل موفق زارت كل المحافظات وطلعت على إجراءات الميدانية لدوار الصحة وكانت لديها توصيات طبعا فنية دقيقة قطاعية إحد هذه التوصيات كانت هو عدم القبور ببناء المستشفيات الكارفانية بحجة أنها سريعة الإنجاز وقليلة التكلفة ولكن نحن قد نبهنا لجنة الصحة والسلامة العليا إلى أن هذه المستشفيات هي عبارة عن بناء تحتية أو ضعيفة البنية لا تستطيع أن تصمد أمام العوامل البيئية والعوامل الجوية وكذرة الإزدهام معروف أن نظامنا الصحي وثقافة مواطننا عندما يحتاج إلى المؤسسات الصحية يكون دائما معهم شخص أو شخصين أو ثلاث بحجة المعاونة وتقديم المعونة طبعا للأسف لم يتم الاكتراث بهذه التوصية طالبنا ببديل عن ذلك بأنه يتم توسع المستشفيات الأخرى الإسراع بإكمال المستشفيات العشر الستراتيجية سعة الأربعمية إلى ستمائة سرير المستشفى الألماني والمستشفيات التركية في محافظات الوسط والجنوب لأن أغلب هذه المستشفيات كانت نسبة الإنجاز فيها عالية جدا كانت تصل إلى تسعين بالمئة ربما أكثر ولكن للأسف لم يتم الأخذ بهذه التوصيات التي كانت مبنية على أساس علمي وفني وعلى أساس الخبرة التراكمية للأسف لم يتم الأخذ بها